لكن زي ما تعودته في كل فترات تاريخ النادي الاهلي هناك الكثير من الشموع الحمراء الأمير عبدالله الفصل رئيس شرف النادي الاهلي واحد من اللي ليهم تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي نشوف هذا التقرير الأمير عبدالله الفصل نهر العطاء المتدفق الرجل الذي عشق الأهلي فعشقه الأهلاوية الأمير عبدالله الفصل أو الشاعر المحروم المولود في عام 1922 الابن البكر للملك فيصل بن عبد العزيز تربى في كنف جده الملك عبد العزيز وصف نفسه بأنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يظن الكثيرون اهتم رحمه الله بالقراءة والثقافة منذ صغره فكان يقرأ في الأدب والتاريخ والسياسة أما الشعر فكان يحتل مكانة خاصة لديه تغنى بكلمات الأمير الراحل عدد من كبار نجوم الأغنية والموسيقى العربية مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وغير هؤلاء بدأت علاقته بالنادي الأهلي في نهاية الثلاثينيات حيث كان يتابع انتصاراته وتوتضت العلاقة بينه وبين القلعة الحمراء في الأربعينات وقام بزيارة الأهلي في يونيو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين وقد سأله الصحفي المعروف كمال ملاخ عن أحسن الأندية الرياضية من وجهة نظره فأجاب على الفور النادي الأهلي فقط لا غير وحرص الأمير على تمويل ودعم أنشطة النادي الأهلي ومشروعاته بالتنازل عن نصيبه في عدة شركات لصالح الأحمر وقام بإبرام العديد من الصفقات حتى أصبح معشوقا للجماهير الأهلاوية من بين هذا العشق حبه للأسطورة محمود الخطيب بعد أن شاهده في مباراة مدية بين منتخب الشباب المصري ونظيره السعودي في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وأعجب بمهاراته التي ظلت لأيام حديث الرأي العام السعودي ليقوم الأمير عبدالله الفيصل باستدعاء الخطيب وعقد جلسة معه وتقديم النصائح له وعرفانا بالجميل قام الخطيب بكتابة رسالة بخط يده وجه فيها الشكر للأمير عبدالله الفيصل على مجهوداته في خدمة الرياضة والرياضيين العرب وفي اليوبيل الذهبي للنادي الأهلي شد العندليب الأصمر عبدالحليم حافظ من كلمات الأمير عبدالله الفيصل أغنية زين النوادي وتعبيرا عن الانتنان للأمير عبدالله الفيصل منحه مجلس إدارة النادي الأهلي الرئاسة الشرفية وأطلق اسمه على واحد من مشروعاته العملاقة وهي الصالة المغطى بالنادي الأهلي فرع الجزيرة كان للأمير دور بارز في النهوض بالحركة الرياضية في السعودية ومن فرط حبه في النادي الأهلي أسس ناديا في جدة أطلق عليه النادي الأهلي واختار له اللون الأحمر عند تأسيسه مثل الأهل المصري وفي يوم الثامن من مايو عام 2007 أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير عبدالله الفيصل عن عمر يناهز 84 عاما ليصدل السطار على أحد المحبين والعاشقين للنادي الأهلي لا قصة حبه وعشقه للنادي الأهلي قصة الحقيقة يعني تتخذ نموذج ومثل لأنه ده عشق مجرد مش عايز حاجة من نادي الأهلي غير بحبه وحبه مجرد وكان يأتي في كل مناسبة وشاهدته أكتر من مرة في النادي الأهلي وكان على علاقة وثيقة جدا بقيادات النادي الأهلي وحقولوك سر صغير كده في لحظات الخلاف اللي كانت بين الكابتن صالح والفريق مرتجي أدت إلى استقالة الكابتن صالح وما جاء كابتن صالح الذي أنهز الخلاف فيه لحظة عندما التقى بالكابتن صالح وكان يسير بجواره الفريق مرتجي وقال لهم يا جماعة سلموا على بعض إن الاثنين توقيرا وإجلالا له في ثانية سلموا على بعض وانتهى خلاف ما كانوش يعني مبرر يعني أما يعني كناش نتمنى كان له مكانة خاصة وهو زي ما تقال كده أول واحد يعني شموع الحمراء لا ده مصباح مصباح لأدين لأنه لما جه عشان يعبر عن حبه وأول ما جه كابتن صالح رئيسا للنادي الآلي قال له هديتي إن أنا حتنازل عن أسهمه في أحد أكبر الفنادق وقتها لصالح النادي الآلي وأيضا في شركة من شركات الأخشاب مصنع من المصانع المهمة اده بالكامل أسهمه للنادي الآلي دازلت من أصول النادي أيوة أصول دخلت على أصول النادي على طول مباشرة وأسهمت في إنعاش ميزانيته هكذا كان أحب الآلي وأعتقد أنه كان له دور في موضوع أهل جدة تيمونا باسم النادي الآلي